بمناسبة سؤال شوانا بتكلم مع حضراتكم الحقيقة انا بستغرب جدا جدا بشوف هجوم غريب جدا وهجوم شايفه مش مبرر ليه؟ لانه مجموعة اللاعبين اللي انا اتكلمت مع حضراتكم عنهم اللي موجودين دلوقتي مش هي دي المجموعة او فيهم ممكن جدا يبقى عدد منهم موجود مع النادي الاهلي خلال الموسم اللي جاي وبالتالي المجموعة اللي موجودة النهاردة دي مش هي اللي بتلبي فكر المدرب من وجهة نظر كثير من الناس على فكرة انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة يعني ايه؟ يعني المجموعة دي هو شايف المجموعة دي في ايه وبالتالي بياخد افضل حاجة من المجموعة دي افضل حاجة من المجموعة دي من وجهة نظره انه هو يلعب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اللي هو أقفل في نص ملعبي والعب بقى بشكل أو بآخر على هجمات من ناحية اليمين وهجمات من ناحية الشمال ده الشكل اللي بيلعب بي ولكن هل هي دي طريقة ريكاردو سوارش؟ لا لحيانا فترة اللي فاتت قعدت كتير أتفرج له على مباريات في فريقه السابق بيستي لكن لقيت أنه هو رجل بيعتمد على الهجوم بشكل كبير جدا جدا والغاية دلوقتي الحقيقة احنا ما شفناش هذا الأمر ليه؟ من وجهة نظري أنه هو اللعيبة لسه بتتطبع على سوارش وسوارش بيتطبع على اللاعبين يعني هو عارف كويس جدا أنه في مجموعة من اللاعبين اللي موجودين دول حيكملوا معاه السنة اللي جاية وفي مجموعة سيتم أعرضها ومجموعة أخرى حتنزل للنشئين ومجموعة أخرى حتلعب معاه في الدوري للسنة الجاية وفي بقية البطولات وبالتالي هو بيحاول أنه هو يعدي الأسبوع العشر تيام اللي جايين دول في مباريات الدوري ومباريات الكاس علشان نقدر إن شاء الله إن شاء الله اللسنة اللي جاية تبقى بداية جيدة فيها لكن المنطق فين في اللي أنا بقوله أو في اللي الناس بتقوله من خلال انتقادات غريبة جدا من حقك طبعا كل واحد من حقه أنا يعني ما بحجرش على رأي حد ولكن من حقك أن انت تنتقد أداء مدرب ولكن ادي له التولز أو ادي له الأدوات اللي تخليه أو اللي تخليك وانت قاعد بتتفرج تقدر تقول ده مدرب جيد أو مدرب مش جيد الموضوع بسيط جدا يعني هو فين علي معلول وفين أفش وفين عبدالقادر لسه نازل فين شريف فين الشناوي فين حسين فين طهر فين ديانج فين عمر السلية فين حمدي فتحي نعد مع بعض 11 لاعب تقريبا 11 لاعب تقريبا أو 10 لاعبين وأكرم توفيق ده لسه لما يرجع أكرم توفيق وعمار حمدي لما يرجع يعني لما تقعد تعد ده هتلاقي عدد كبير من اللاعبين مش موجودين مع هذا الرجل فأنا أرجل منطقية في النقد حتى ما عنديش مشكلة اللي عايز ينقد ينقد ولكن أرجل المنطق في النقد يعني هل لما يلعب عمر السلية وديانجف وهو كويس وحمدي فتح وهو كويس وقفشا هو كويس والشناوي هو كويس وشريف وحسين وطهر وبقية اللاعبين اللي موجودين وعمار يرجع وبقية اللاعبين ترجع ويبقى كله كويس هل هيبقى الحكم على سوارش ساعتها أفضل ولا دلوقتي أعتقد أن ساعتها الحكمة هيبقى أفضل ساعتها أقدر أقول لا سوارش غلطان أنه هو ما لعبش فلان أو لعب فلان هيبقى عندك القماشة كبيرة جدا كمدير فني أن أنت تختار من اللي أنت عايزه أو تلاعب اللي أنت عايزه سواء بقى كيمين بقى بقى شمال النهاردة شواء يلاقيه مؤدي هاني بقى شمال وبعدين يجيب كريم فوقات بقى شمال الراجل بيشوف فرصة والله العظيم تلاتة دي أحسن وأفضل قرار تم اتخاذه في النهاية من ناحية الفنية يعني الفترة اللي فاتت أنه هو راحت اللاعبين وأن الراجل ده يشوف سوارش يشوف اللاعبين قدامه في مباريات رسمية بهذا الشكل عشان لما يجي يقول آخر السنة أنا عايز إسلام أو مش عايز إسلام دي ساعتها محدش هيقدر يتكلم لأنه الموضوع هيبقى واضح حتى للجمهور والشغل التكتيكي ده بعيدا بقى عن أن ما فيش وقته وأن الدنيا قفلة وما فيش وقت فعلا أن أنت بتلعب تقريبا كل يومين أو ثلاث يام مباراة لكن الشغل التكتيكي ده عشان تقدر تقول المدرب ده بيعمل شغل تكتيكي جيد لازم يبقى عندك على الأقل أسبوع على الأقل بلعب يوم السبت النهاردة بلعب يوم الثلاث النهاردة يبقى الثلاث اللي جاي عندي مباراة مثلا يعني فخلال الأسبوع ده بيبقى إيه بيبقى عندي يوم راحة تاني يوم بيبقى عندي شوية بدني تالت يوم بيبقى حاجات في الكرة رابع يوم التكتيكي بقى والشغل اللي هيعمله اللي بيعود عليه ده اللي احنا كنا نعرفه زمان يعني وأعتقد أن دي كرة القدم بهذا الشكل أن أنت تلعب كل أسبوع مباراة أفضل حاجة خصوصا أن أنت ولا عندك فترة إعداد ولا عندك وقت لأن أنت تريح فيه هؤلاء اللعبين وبالتالي أنا شخصيا مش حقدر أضغط على الرجل وأفهم الرجل ده اللي أنا فاهمه نحنا عندنا مدير فني عايز يعمل شيء جديد وعايز يعمل بطولات كثيرة جدا مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي زيه زي مانويل جوزيه أبل ما ييجي زيه زيه زي موسيماني أبل ما ييجي زيه زي فيلر أبل ما ييجي زيه زي عدد كبير من المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين فده مدير الفني للنادي الأهلي فأنا هدعمه وده طبيعي أن أنا أدعمه أنتقد آه اللي عايز ينتقد ينتقد على فكرة ولكن زي ما بقول لحضراتكو كده اللي بينتقد ينتقد بموضوعية وبمنطق أنا دوري أن أنا أقول لحضرتك أن أنت عندك خمستاشر ستاشر لعب مش موجودين لو الخمستاشر ستاشر لعب دول موجودين وأداء النادي الأهلي بهذا الشكل كنت أقول لحضرتك أوكي تمام عندك حق في اللي أنت بتقوله ده كله على الرغم من أن أنا مش مقتنع بالكلام ده لأنه أنت بتلعب كل يومين تلاتة ماتش فالرجل مش قادر الراجل يجي يقول لهاني مثلا الباكي يمين يقول له خش الجوة وين تاني يطلع من وراء الجناح اللي قدامه يطلع من وراء أو عشان ده يخش من بره ويطلع حاجاتك تكية جوة الملعب إمتى هيعمل كده؟ إمتى؟ لكن أنا تخيل حضرتك أنا لعبت الحد اللي فات وحلعب بكرة اللي أربع وحرجع ألعب يوم الحد اللي جاي وحرجع ألعب بعدها بيومين فالحقيقة أنا الحقيقة لما أي حد عايز ينتقد أنتقد ما عنديش مشكلة للمرة المليونة هو بقول نفس الكلام انتقد ولكن قول جنب الانتقاد أن الرجل ده ينقصه 15-16 لعب وأن الـ 15-16 لعب دول ممكن يفرقوا معاه جدا 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 وكانت الخطيب نفسه رئيس النادي الأهلي قال أو أكد يعني أن ما فيش حساب للمدرب على نتائج الفترة الحالية لأنه هو قرر أنه يريح اللاعبين الكبار بعد المجهود الكبير اللي عملوه زي ما بيقول لحضرتك وتكون فرصة بقى للمجموعة من النشئين والعائدين من الإصابة أن هم يبقى قدامهم 10-15 ماتش أقدر أشوفك بعين جيدة فبالتالي أي هجوم وجهة نظري على سوارج هو نفس الهجوم